اشتركوا في القناة وستخدم للتطبيقات اللي موجودة على الهاتف ان في اعلانات كتيرة بتشتغل عمال على بطال طيب هنوقف الاعلانات دي مع بعض ازاي كل ان احنا نعمله نروح رايحين على الاعدادات بتاع جهاز الهاتف الخاص بك وروح نزلين تحت خالص لحديث ما نجيب حاجة اسمها جوجل تمام هنضغط عليها وبعد كده نروح رايحين عند اللي هي جميع الخدمات تمام كده وبعد كده نروح نزلين تحت لحديث ما نجيب حاجة اسمها الاعلانات نبدأ نضغط عليها وبعد كده هتبدأ تظهر معايا حاج تلات امور الخصوصية في عرض الاعلانات هبدأ اضغط عليها هلاقيها حضرتك زي ما حضرك شايف كده تفتح معايا مواضيع الاعلانات هبدأ اعملها عملية اغلاق تمام وابدأ ارجع خطوة لورا وبعد كده اروح رايح على اللي هي استمح بالاعلانات المقترحة من التطبيقات هبدأ اعمل لها عملية اغلاق وابدأ ارجع لورا وبعد كده ابدأ ااخد حاجة اسمها كياس اداء الاعلانات هو بيقول هنا استمح بكياس اداء الاعلانات هبدأ اعمل لها عملية اغلاق وابدأ ارجع خطوة لورا تمام كده وبعد كده اعمل حاجة اسمها اعادة ضبط المعرف الاعلاني هبدأ اعمل له عملية اعادة ضبط وبعد كده ابدأ اعمل حاجة اسمها حسف المعرف الاعلاني هبدأ اعمل عملية حسف للمعرف الاعلاني بكده بيانا اتخلصت من كل الاعلانات اللي ممكن تظهر على جهاز الهاتف الخاص بيا وانا بستخدم اي تطبيق من التطبيقات طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت الشيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته